بحق المدرسين وحماية المدرسين اللي دائما نحجي عنا ودائما نقول بأنه اليوم المدرسين يحتاجون لحماية أكثر اليوم كل كوادر عاملة في العراق وإضافة للمواطنين يحتاجون حماية ما عرف اليوم أي حماية احنا موجودة عندنا كمواطنين الحادثة صارت في البصرة طالب عادي مدرسيا رسب بامتحاناته لكن أهله ظاهر بأنه مصدقين ببنهم بأنه بهذا التفوق وهو أنه لازم ينجح بغض النظر أنه قرأ أو مقرأ فعليما يروحون على مدير المدرسة كون هو المسؤول الأكبر في المدرسة اللي موجودة هناك الولد نفجي عنا احنا هو بالثاني متوسط يعني حتى مو بمرحلة منتهية ما إلى ذلك فالقضية حتكون محصورة بالمدرسة راحوا أهله كسروا الباب اعتدوا على حارس المدرسة فاتوا واعتدوا على المدير أيضا وصيب المدير برضوض في العظام وشفت يعني هو بحد ذاته حتى لو متأذى مجرد مهاجم تلفظيا تعتبر جريمة بأنه تتهاجم مجرد اقتحام المدرسة بحد ذاته جريمة وبعدين هذا المدير يعتبر موظف تابع إلى الدولة ومحمي من قبل الدولة العراقية بكل مؤسساتها وبالأخص وزارة التربية يعني وزارة التربية مسؤولة مباشرة عن هذا المدرس أو عفوا مدير المدرسة فبالتالي لما نحن نشوف هذه الحالة وبعدين نطالب بأنه يكون المدرس يطيطاقة أكبر من عنده في حاله ممتوفرة للحماية لازم نفكر بها الموضوع مرتين قبل ما نقول ترجمة نانسي قنقر